العدوان الإسرائيلي على غزة في خضم مباحثات التهدئة هو ما ذأبت عليه إسرائيل في كل مرة تتسعى فيها لكسر عزيمة المقاومة كاغتيال قادتها مثل ما قامت باغتيال أحمد الجعبري في مثل هذه الأيام قبل ست سنوات لبرمن الذي يوافق على مباحثات التهدئة مع غزة على مضض يصب الماء في طاحونة نتنياهو لتسويق حمامة السلام الإسرائيلية في التطبيع العلني مع دول الخليج تمهيدا لصفقة القرن التي سيعلنها ترامب في الأسابيع المقبلة بحسب مبعوثه جيسون جرينبالد إمانويل ماكرون الذي استقبل نتنياهو في باريس مع ترامب وغيره من الحمائم المزيفة يسلمه نتنياهو سلعة للتصويق في محفل الشر بقوله إسرائيل لا تريد حربا في غزة بأي ثمن ولا جدوى منها لكن نتنياهو يرسل في حديثه المهاد من باريس رسالة مشفرة إلى رئيس أركاني أزينكوت الذي قاد العدوان على خان يونس بنفسه بينما يتخيل لبرمان أن حديث نتنياهو في المهادنة يفت من جاهزية المقاومة المأزق الإسرائيلي يعبر عنه المحتلون لفلسطين في ظنهم أن إسرائيل باتت أقوى من أي يوم مضى بسبب التطبيع والدعم الأمريكي لكن على أرض الواقع الميداني أصبحت المقاومة في فلسطين أقوى من أي يوم مضى كما تثبت في استخدام الكماء وصواريخ كورنت المقاومة في فلسطين تحمي ظهرها بمحور المقاومة في المنطقة الذي يفرد على إسرائيل معادلات ردع إذا حاولت إسرائيل اختراقها تصطدم بأن لا يفل الحديد إلا الحديد